مقابل كل تصريح سلام لها تطلق ميليشيا الحوثي قذائفها على المدنيين في تحدي واضح للدعوات الدولية الرامية لانخراط الأطراف في تنفيذ إجراءات الأمم المتحدة الهادفة لوقف إطلاق النار فالميليشيا التي أعلنت استعدادها للتعاطي الإيجابي مع الدعوات الأوروبية لخفض التصعيد شنت هجماتها على السكان في أكثر من مدينة في تعز التي تعاني من الحصار العسكري والاقتصادي منذ سنوات أطلقت عليها ميليشيا الحوثي العديد من القذائف وأكدت مصادر محلية سقوط قذيفة على حي المطار القديم متسببة باستشهاد مدني وإلحاق أضرار في ممتلكات آخرين القصف الحوثي طال أيضا إحدى مدن الحديدة المجاورة لتعز حيث أطلقت الميليشيا العديد من قذائف الهون على مدينة التحيطة وافدت مصادر محلية بأن القذائف سقطت على الأحياء السكنية الشمالية والشرقية للمدينة وافق المصادر فإن القصف خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة قصف الحوثي المتزامن مع تصاريحه بقبول الدعوات الأممية بخفض التصعيد يؤكد بحسب مراقبين استثمار الحوثي لانشغال العالم بمواجهة الأزمة العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا في محاولة منه لتوسيع خارطة نفوذه في المناطق التي تقع خارج سيطرته